ثم الصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين خاتم النبيين عليهم من ربنا أفضل الصلاة والتسليم أولاً نعتذر على التأخير ويعني الشيخ يظهر الله خيراً قدم بمقدمات مهمة وأنا سأفتح له إن شاء الله الفرصة في التعليق بعد ذكري لنقاط والموضوع دا هممت يا أخوانا تأتي من أمور الأمر الأول الواجب الذي كلَّف الله عز وجل به هذه الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصةً إذا كان المنكر يتعلَّق بالعقيدة وكان المنكر في وصف الله عز وجل بصفات النقص ووصفه بأن له ولدًا فهنا يجب على المسلمين أن يقوموا بهذا الواجب واجب الإنكار كما قال تعالى كُنْ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بالمعروف وتنهون عن المنكر وثانياً لأن هذه أيام يُقال فيها من الصخط والكذب على الله والدجل والاختلاف ما تشيب منه الرؤوس وتكادُ تنشقُّ منه السماوات وتخرُّ منه الجبال من الكذب على الله سبحانه وتعالى وشت من ربِّ عز وجل فلابد من الإنكار على هؤلاء خاصةً وأنهم يُجاهِرون بالباطل فلابد لأهل الحق من المسلمين أن يردُّوا هذا الباطل رضي من رضي وأبى من أبى لو الرضواً لأبوا لابد نتكلم فيهم ولو في إنسانية أو دعوة للإنسانية والإخاء والمساواء وجمع الناس بالباطل بكلها لابد تدفرتك ولابد يُقال الحق ولابد يُبَيَّن حق الله عز وجل فوق رؤوس الجميع وإنطارة الرقاب وسالة الدماء فنحن ما جاءين هنا نحنِّس بني آدم ولا بشر نحن دارين نقول حق ربنا عز وجل يا نقول يا نفسنا يكمل دا الموضوع كده عرفته؟ لأن دالي أخواننا ناس مجرمين النصارى حتى لو أكلونا الرغيف دخلوا لنا جو بطننا ومما أكناوا سمنا وشبعنا برضو على باطل ضلال والواجب الإنكار عليهم وتأتي لها همية أيضا من تخاذ الكثير من الجماعات تجاه هؤلاء الكفار سموهم لك أهل الكتاب ويدلعهم لك بيشنو وأنا أعني بهؤلاء جماعة الإخوان المسلمين الذين ضيعوا عقيدة الأمة وضربوا في عقيدة الولاء والبراء وجعلوا اليهود والنصارى إخواناً له شاكد الترابي كان داري أعمل للمسلمين في السودان هنا حاجة يسمى الملة الإبراهيمية وقال لابد إنه نعمل لنا معبد واحد يجي يصلوا فوق اليهود ويمرقوا ويجي النصارى يصلوا ويمرقوا ويجي المسلمين يصلوا ويمرقوا وقال لابد نطبع كتاب واحد فيه والتوراة والإنجيل والقرآن وربنا عز وجل الدعوة بتاعت الترابيدي الباطل الفاشلة أبطل له من البداية ربنا قال ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين فالمنهج داء منهج خربان وهم الأخوان المسلمين البقربوا للناس ويهونوا لهم من معادات اليهود والنصارى شاكد الترابي والشفع حقنه في الجامعات وغيرها وفي المنابر كانوا بيقولوا للناس ما تقولوا اليهود والنصارى كفار قولوا لهم أهل كتاب يعني دلعون أهل كتاب أي كفار ربنا عز وجل قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة والنبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت وهو لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار تمشي لليهود والنصارى وتدهنس لهم وتكذب عليهم وبل تكون دائرة تفتح الباب لدين المسلمين إنه يمرق منه المسلمين وتفتح الباب بتاع النصارى دين النصارى يخش فوق المسلمين تمرق من دينه بحقيقة دعوة جماعة لإخوان المسلمين فلابد من هذا الأمر وبيانه ثم إن فيه فوائد لعل الشيخ جزاه الله خيراً أشار إلى بعضها ولعله يكمل يعني إن شاء الله ويتوسع في بيانها أنا دار أتكلم في نيقر النقطة الأولى الناس ديل أعيادهم دي محتفلين بيشنوا لأنه كثير من الناس ما عارفين ولما المنكر يسكت عنه بعد دل باطل بيروج على الناس ويمكن يبقى للناس دينهم ما يشعر فالناس ديل قالوا بيحتفلوا بميلاد عيسى عليه السلام عيسى ولدوا منه هل بيعتقدوا إن مريم أم عليهم السلام وكان عيسى بكلمة الله لا بيعتقدوا إن كما ذكر المفسرون على أقوال منها أنه الله ومنها أنه ابن الله ابن زنيا وأن أمه ولدت وأنه ولد لله وآخرون يقولون هو ثالث ثلاث ورابعون يقولون هو عبد ورسول وهؤلاء الآن لا يوجدوا ولو وجدوا لو ما دخلوا في الإسلام ما نفعه المهم الليلة ديل بيحتفلوا في يوم خمسة وعشرين وهم ذاتهم طبعا منقسمين للطواف وفرق بعضهم قال يوم واحد واحد من الميلادي ومن الليلة لحد شهر اثنين بتلقى أعيات كثيرة متعلقة بدين النصارى عيد الكريسمس وراس السنة وعيد الحب وشم النسيم وهوس كثير أعيات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان فالمسألة المهمة إن كلامٌ بأخواننا عكس ما جاء في القرآن النقطة الأولى وهي القصة الصحيحة لميلاد عيسى وكيف ولد عيسى عليه السلام والإنسان لو فتح كثير من صور القرآن ما دار له محاضرة ذاته ربنا عز وجل مثلاً قال في صورة مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا جبريل عليه السلام فتمثل لها بشراً سوياً قالت إني أعوذ بالرحمن منك ودينا الأولياء بالجد إنهم بيستعيذوا بأله وبالجولي الله إن كنت تقياً قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاماً زكية قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغي قال كذلك قال ربك هو علي هيد ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضية فحملته فانتبذت به مكاناً قصية قال المفسرون نفخ جبريل في درعها في جيبها الفتحة بتاعة القميص تسمى فتحة الجيب فحملته فانتبذت به مكاناً قصية فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسياً منسية لأنها تعلم أن اليهود لن يصدقوها وأنهم قومٌ بهن قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسياً منسياً فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً فكلي وشربي وذي كلها كرامات فكلي وشربي وقرّي عينا فإما ترين من البشر أحداً فقول إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسية فأتت به قومها تحمل ومن هنا الكضب في شأن مريم عليه السلام وفي شأن نبي الله عيسى عليه السلام بدأ فضلت في ذلك طائفتان طائفة رمت مريم عليه السلام المبرأ الطاهرة بالزنا عليهم من الله ما يستعقون من اللعائن وطائفهم النصارى قالوا هو الله قالوا هو الله وإن كان النصارى صدقوا اليهود في زعمهم أنهم صلبوا الله وبعدين نحن هنجي لنقاش النصارى لأنه ما ممكن يكون إلهك عاجز يولد ويمكث في البطن تسعة أشهر وعشرة أيام ويخرج ضعيفاً ده ما ممكن يبقى إله ويكون مولود إلى غير ذلك مما يوصف به المخلوقون من صفات النقص التي تليق بهم ولكن لا تليق بالله ربنا قال فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فرياً خطيئة كبيرة يا أخت هارون قالوا لا يا أخت هارون لأنه كان بشبهوها بهارون عليه السلام يعني يا شبهت هارون في العبادة والتقوى والورع أشنل عملت يوداً وهم كذب فجر جهلاً لقد جئت شيئاً فرياً يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً قالوا بعد ما قالت لينا بعد ما جاءت بهذه الفرية وهم كاذبون بعد تقول لينا نكلم يبت استهتر بينه ولا جنو قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً فأنتق الله عيسى عليه السلام وكانت هذه من المعجزات لأنه ما ممكن صبي عمر لحظات يتكلم بكلام فصيح وكلام موزون وكلام يخضع له العقلاء وهو لسه في المهد شايلين لسه في سرير الصبي المهد قال إني عبد الله لأول كلمة قال عيسى عليه السلام أنا ما إله ولا رب ولا بستحق العبادة إني عبد الله لكن برضو أنا ما كاذب لماذا؟ لأن الله أرسلني وآتاني الكتاب قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً شوف الكلام ده فصيح ما ممكن ولد عمره أيام ولا لحظات يقول كلام زيادة صح ولا ما صح قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة هم البسم عزاتهم أبصلهم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً وبراً بوالدتي يا دوب مرق من البطن يعرف حقه يعرف حق الأم وحق الله سبحانه وتعالى ويعرف أنه نبي وإلا لو لم يكن ذلك من المعجزات وأن الله أنطقه بذلك ولذلك ربنا عز وجل قال قال وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً وديل برضو أدل على إن ما إله ما بيستحق العباد لأنه مولود محتاج لأم وأب ومحتاج إلى إيجاد وهو سيموت والرب الذي يجب أن يعبد لا يموت شكراً ربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت الكلام اللي بنقوله في النصارى ده ما للنصارى برا وإنت أحفظه لأن الجماعة جائلنك عرفتها؟ نحن جائلنك ياب بضينات أفهم أفهم وأحفظ وصحي أصحى عرفتها؟ قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً دخب الربنا عز وجل عن كيف أولد عيسى عليه السلام شكد ربنا عز وجل قال بعد هذه الآيات ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترن ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه تنزيهاً له ونفياً للنقائص عنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون فلماذا يتخذ الولد؟ وهو الغني سبحانه وتعالى الحميد إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ذكلم عيسى عليه السلام وإن الله ربي وربكم أنا ما رب أنا عندي رب وهو الله سبحانه وتعالى والرب ربكم إنت برضو خلقكم إنت وأوجدكم ورزقكم ومن عليكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ربنا قال فاختلف الأحزاب من بينهم لأنهم هم ذات فرأ فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر ما بيخفى عنهم شيء يوم القيامة حيسمعوا ويشوفوا كأوضح ما يكون أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكم جه عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام مدع الألوهية ولا هو يستحق الألوهية ولا قال لهم أعبدوني من دون الله ولا ربنا ممكن يرسل له رسول عشان يقول للناس عبدوني أنا أخلوا الله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين شنو أرباب ما ممكن رسول ربنا بعثوا أرسلوا عشان يعبد البشر الخلقهم الله لغير الله سبحانه وتعالى ولو كان هؤلاء الذين يدعوا الناس إلى عبادتهم كانوا ملائكة أو كانوا يعني أنبياء وهم سادات الخليقة سادات الملائكة وسادات البشر ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ليه؟ لأن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا هو الكفر بالله عز وجل أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فما ممكن رسول ربنا يبعثوا عشان يأمر الناس بالكفر ويأمر الناس بالضلالة ويأمر الناس بالشرك شان كده نحن بنسأل النصارى الليلة وهم مختلفين نقول لهم نحن المسلمين بنقول إنه الله واحد ونحن بنعبد إله واحد ونحن قلبنا بتوجه لواحد والدين ده كله والقرآن والسنة كلها أمرتنا إننا نتوجه لوحد قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا يستحق العبادة غيره الرحمن الرحيم ولذلك قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد السيد الذي كمل سؤدده أو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها هو الغني الذي استغنى عن كل أحد والغني الذي افتقر إليه كل أحد سبحانه وتعالى ولذلك الله الصمد لم يليه ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والقرآن دا جاء عشان ينزه الله من الشرك ومن قول هؤلاء النصارى ومن قال بمقالتهم أن لله ولا قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أها قيما لجنه لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فده كذب إنه يقال أن لله ولد وأن الله ولد تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا فنحن بي نقول لهم ربنا سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد لأن من ولد هذا ظاهر في الضعف هذا ما دار له كلام وأما من ولد فإنه سيورث كما قال العلامة بن عثيمين سيورث أنت بيقول لك يا أخي بشي تزوج أجيب لك ولد عشان شنو عشان شيل اسمك فهل الله عز وجل سيرثه غيره وهل الرب سبحانه وتعالى يموت فدي من صفات النقص نقول للنصارى انتو بتعتقدوا انه عيسى الله والروح القدس الله والله هو الله ودير كلهم بتقولوا إله واحد آمين دي تحل لها كيف تحل لها كيف ما هو عيسى غير الله والروح القدس غير عيسى والله غير الروح القدس كيف بيقوا كيف التلاتة بيقوا واحد ودي الحركة اللي بيعملها اللعيبة في الكورة قل لك بيعمل كده لما يجي خاش الميدان وبتلقى اعتراحة جماعتنا نحن المسلمين الشباب الطاشين المساكين ممكن تلقى واحد يعمل الحركة دي لأنه في واحد من اللعيبة الكفار العجبين عمل الحركة دي ودي معناة الصليب وإن عيسى صلب وده ذاته كلام متناقض ديل وصف الله عز وجل وشتم الله بأقبح الشتائم وأخس الأوصاف عليهم لعائن الله تترى أول حاجة يقولوا الله تلاتة ودي ما بتجي أبدا ما بتقدر تلمك وهم يقولوا واحد وده تناقض عندهم كيف يكون الواحد تلاتة وكيف الواحد يتجزأ ده تناقض من التناقض أنهم يقولون إن اليهود صلبوا ربهم اليهود قالوا صلبوا ليهم ربهم إذن اليهود يستحقون الألوهية وليس المسيح هو الذي يستحق الألوهية ما أنت بتعبد مني يا نصراني وما صاح تسميه مسيحي تسمية مسيحي خطأ نصراني لأن المسيح نسبة إلى عيسى بن مريم عليه السلام وهم براء وهو بريء منهم عليه الصلاة والسلام طيب انت بتعبد عيسى طيب عندك عيسى قتله اليهود من الأحب الألوهية عيسى المقتول ولا اليهود الذين استطاعوا قتله الأقوى فيهم وينون إذن اليهود عندك يا نصراني أحق أن تعبدهم من عيسى بمنهجك أنت الباطل ونحن عندنا لا اليهود بيستحقوا عباده ولا عيسى عليه السلام ولا موسى عليه السلام ولا الرسل والأنبياء ولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل وميكائيل ولا أحد من المخلوق إنما ليستحق العبادة والله عز وجل الواحد الأحد الفرض الصم وتناقضات كثيرة موجودة عندهم لشان كده ربنا عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد وربنا عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم لو قدت الصالح إله إنت كافر لأنه إذا كان عيسى عليه السلام القال عنه هو إله كافر فكيف بمن دون عيسى عليه السلام وده جايب برضو إن شاء الله فعيسى عليه السلام مخلوق محتاج ولذلك قال الله عز وجل ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نصرف الآيات ثم انظر أن يؤفكون ربنا قال لك تفكر وتعقل وتدبر وتبصر كيف يعبد من يأكل ويشرب أول حاجة من يأكل ويشرب ده محتاج للأكل والشراء ضعيف ثانيا من يأكل ويشرب يأتي بلازم ذلك من العرأ والبصار وإخراج الفضلات فهل هذا يستحق العبادة؟ قال ابن القيم رحمه الله أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه وهما بيقدر يجو إذا مات الإله بفعل قوم أماتوه فهل هذا إله ده إله بيكتلوه إذا مات الإله بفعل قوم أماتوه فهل هذا إله وهل رضي الذي نالوه منه لمن كتلوا رضا إنه كتلوا فبشراهم إذن إذا نالوا رضاه وهل سخط الذي نالوه منه فقوتهم إذن أوهت قواه لوه كتلوا ما راضي معنى جنو معناهم أقوى منه وهل خلط الطباق السبع منه وهل خلط الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه التراب يعلو على إلهك وهل خلط العوالم من إله سميع يستجيب لمن دعاه لمن قتل عيسى عليه السلام قالوا كتلوا ثلاثة لمن قتل العوالم دي كان البستيب دعاء أمنه وهل خلط العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق وقد شدت قفاه في خشبات اللي هو الصلب فيها عيسى عليه السلام كما يزعمون الخشبات دي كيف قدرت تشيل الإله ومن التناقض إن الخشبات والصليب الشعار بتاع صلب الإله حقهم بقدسه ياخ لو من باب انت ما فين هذا بتاع باطل والتشاوم مبجوز لكن لو من باب التشاوم ساي والغيرة على إلهك كيف كيف تلبس الصليب الصلب فيه إلهك تلبس كيف لك ضالين ما عندهم عقول قال ويا وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرتهم وقد سمعوا بكاه قال ويا عجبا لقبر ضم ربا الرب بشيلوا حفرة ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه ما هو قاعد في بطن منه مريم عليها السلام أقام هناك تسعا من شهور رب قاعد في بطن تسع شهور لدى الظلمات من حيض غذاه غذاه من شنو من الحيض وشق الفرج مخلوقا صغيرا ضعيفا فاغرا للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عن مفترى بيقدر يجيب على الأسئلة دي ما بيقدر والله فكيف أنت إله جاء من العدم ولحقه الضعف والقتل والإهانة ثم إلهك هذا سيموت ويتحمل الخطيئة حق الناس قالوا قعد في القبر ثلاثة يوم أثناء الثلاثة يوم فتح القبر وطلع بره ده برضو جماعات في واحدين قالوا برضو عرفتها قال طلع بره وعيسى عليه السلام ما مات من الله خلقه ليوم الليلة ما مات قال طلع بره وشمله نفسه جراجع سموا عيد شمى النسيم وده ينصع عليك بتاع النصارى لأن الدين دين محرف وباطل أنا دار أذكر لك بعض الأشياء وهذا لي معاي ده الكتاب حقهم أدوني له براهم النازل في جامعة السودان أنا ما دار أفتحه لكن دار أذكر منه بعض الأباطي والله تشيب في كتابهم ده في سفر التكوين السفر الأول إنه عندهم ربنا ضعيف صارعه يعقوب عليه السلام عندهم هنا في سفر التكوين إنه قال ربنا جاي يبارك أخي يعقوب أو جاي يبارك يعقوب لقى يعقوب ما في جبارك أخو شوف نسبة الجهل والعياذ بالله لله ونسبة يعني الخيانة لله عز وجل وغير مما لا يطيق المسلم سمعه الله قال دار يبارك يعقوب يعني الدين نبوة يعني فلقى يعقوب ما في أدالي أخو ده بحصل وربنا قال في القرآن شوف الدين حقنا الحق الثابت الذي نتحدى به الكرة الأرضية شوف بنزها الأنبياء كيف ربنا قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وينزه الله قال لما انفات وبارك أخو يعقوب جاي يعقوب قال له باركت أخوي قال فبقي يعقوب يتصارع معه حتى طلع الفجر ثم باركه أداوى النبوة فقال رأيت الله وجها لوجه هذا لقاعتنا دفيوا إن الله بعد خلق السماوات والأرض استراح جوهنا دا إله ضعيف ربنا عز وجل وسبحانه وتعالى قال وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَةِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَالْنَوَاتِ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ كَمَالَ الصِّفَاتِ كان اسم الله الحي القيوم من أرجى الأسماء التي يمكن أن تكون هي اسم الله الأعظم واشتملت كما جاءت الروايات بذلك استمل اسم الله الأعظم على اسم الحي القيوم دا القرآن دا الدين دا دين دا دا فيوا إن الأنبياء بيزنوا دا ومش بيزنوا ساكت بيزنوا ببنات دا هنا قاعد في كتابهم دا إيجيك واحد أخو مسلم والعلمان مجرم سفيه إيجي يقول لك ياخل لابد من الأخوة ونحن لابد نكون أخوان في الإنسانية دا زول بيشتم الله أنا أكون أخو كيف أنا بريو منه ومنك اتزاتك يا مجرم يا ضال يا مبتدع يا منحرف أنا بري منه وبري منك أنا أبرأ إلى الله منزل بشتم نبي بشتم ملك كيف تولى إنسان بشتم رب العالمين دا ما عندي معه أي خوة وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاو أبداً حتى تؤمنوا بالله وحدا ربنا عز وجل قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئاً إدا تكاد السماوات يتفطرن منه تتشقك وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لكن المصيبة الكبيرة إنه لما انقنواتنا نحن الرسمية تفتح للنصارى تفتح لهم الأبواب ينشر الباطل وبعض الكنائس في البلد ديه مع حرية قالوا وزعت لنا جير لمسلمين المهم إن كان ذاك ولا ذاك في النهاية الناس ديه الناس ديه ديه بيجيبوا لنا البلاء وبيجيبوا لنا الشر وبيجيبوا لنا العقوبات وللأسف إنه الكلام ديه أخواننا في بلاد المسلمين مش كده بس وأهل الحق لو دارين يتكلموا ما بخلهم يتكلموا يا قنوات يا رسمية يا تلفزيون السودان يا نصارى العالم كله نحن والله نتحداكم إنه دينكم ده ما دين الله أبدا وإنه لو مدت على العقيدة دي والله والله ما تدخلوا جنة ويغشوكم الناس اللي بيقولوا ليكم إنه دينكم ده بوصلكم لأ الله ما بوصلكم إلا لي جهنم والله الذي خلق السماوات والأرض بغير عمل فنحن داري لك الخير صح كلامنا ده حار لأنه حق لكن نحن داري لهم هما الخير داري لهم يرجعوا ويتوبوا لخالقهم مرازقهم ومدبر أمورهم وشؤونهم ويرجعوا من الغي والضلال والسفة بتاعهم ده جوه الكتاب المقدس تحريف لا موضع لا موضعين تحريف عديل إن أن كتاب الله قد لحقه قلم الكتب الكاذبون جوه هنا قاعد في موضعين أنا معلم كنت للمحاضرة لكن ما أفضع أفتح الكتاب قاعد موجود تحريف كلام لو سمعته ممكن يكون ده كلام الله هنا في سفر اسم نشيد الأنشاد وفي بعض الكتب حقتهم بيسمون نشيد الأناشيد والسفر عندهم عندنا زي الجزء زي جزء عمه تبارك كذا في التقسيم يعني أما فرق بين كلام الله وبين هذا الهذيان كما بين الله وبين خلقه المهم فده الزل ده أو الناس الكتبوا أو طبعوا الكتاب ده فوق إنه قال لا يقرأ نشيد الأناشيد إلا بعض المؤمنين فهذا الكتاب كتاب محرف وكذب على الله وتوعد الله عز وجل من يكذب عليه بالوعيد الشديد وبالعذاب الأليم فلا يمكن يا أخوانا إن المسلم يطيع هؤلاء وإنه يمشي معاهم وإنه يحتفل باحتفالاتهم وإنه يفرح ينفرحهم بل لا يجوز للإنسان أن يشهدهم وأن يحضرهم ولا أن يعينهم ويساعدهم وتهنئة هؤلاء بالعيد حرام بل قد تصل بالإنسان إلى الوقوع في الكفر بالله والعياذ بالله ولأن تهنئتهم على هذا العيد تهنئ على أن الله ولد له في هذا اليوم فهي أعظم من تهنئتي الذي يشرب الخمر تقول له مبروك الله يبارك ليك في شربك للخمر والزاني تقول له الله يبارك ليك في الزنا وكل صاحب معصية فدي أخوانا عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائن ولذلك قال العلماء وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلمين أن يفرحوا مع هؤلاء فأحد يقول لك يا أخوة الله ما هو يوم وإجازة وأنا ما بلق الأولاد أهم عقيدة الأولاد عقيدة والأهم التنزه والترفيه إلى آخر وإنت أصلا لو إنسان دائر يقول لك أنا دائر أمره والناس دير عندهم حفلات وكذا وكذا وضحرهم كله لكن لو دائر تمشي للحفلات ودائر تعصي الله هل لابد تعصي الله في أيام الغضب بتاعت اليهود والنصارى ولذلك أخوانا ربنا عز وجل قال والذين لا يشهدون الزور قال العلماء الزور هو أعياد المشركين كما ذكر ذلك مجاهد والضحاق وغيره يقول الله عن المؤمنين والذين لا يشهدون الزور يدخل في الزور أعياد المشركين ولذلك قال عمر رضي الله عنه وإياكم قال ولا تدخلوا على هؤلاء يوم عيدهم كنائسهم ما بجوز الإنسان يمشي ليهم ولأن هذه الأعياد فيها من الكفر والصخط من الله كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال قال يكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك ويشتمني وما ينبغي له ذلك أما شتمه إيايا فقوله لي ولد وأنا الأحد الصمت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله انظر كيف يشركون به ويجعلون له ولدا ثم هو يرزقهم ويعافيهم ويدفع عنهم ناس يقول لألا ولد ولذلك أخواننا المسلم المؤمن الحقيقي لو كانه صاحب معصية وهو مؤمن حقيقي إيمان ده بيحمل على إنه يترك ويهجر ويبعي من سبيل اليهود والنصارى الذين هم أهل الغضب من الله عليهم وأهل الصخطة من الله عليهم الذين تسأل الله أن يجنبك سبيله كل يوم سبعة عشرة مرة على الأقل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى لكن المسلم لما يبقى ضعيف في دينه وفي إيمانه ويمشي يتزلل ويبهر وينخدع بما عليه اليهود والنصارى من الباطل تره بيعمل العمال دي ولذلك الواجب أن المسلمين يتركون أعيات هؤلاء الكيريسمس راس السنة شم النسيم عيد الحب غير من الأعيات الباطلة ما بجزلهم ما بجزل المسلمين أن يحضروها وأن يشاركوا فيها وأن يدخلوا معهم فيها حتى لا تشملهم اللعن والغضب والصخطة من الله عز وجل والنصوص في ذلك أكثر وأكثر من أن تحصى وتعد ويعني يكفي ما ذكر في تحذير الإنسان الذي يخشى الله عز وجل ويرجو لقاء الله تبارك وتعالى